ونبقى في الاقتصاد العراقي لكن من زاوية أخرى فقد كشف مسؤول طبيعي إيراني عن توجه العديد من المواطنين الإيرانيين إلى العراق لغرض بيع الكلا بأسعار مرتفعة وبالدولار وقال حسين بكر لرئيس جمعية دعم مرضى الكلا في كرمانشاه غربي إيران إن الفقراء من الإيرانيين الذين يريدون بيع الكلا يذهبون إلى العراق حيث يبيعونها بسعر أعلى وبالدولار وأضاف أن عدد عمليات الزرع انخفض على الرغم من زيادة عدد المتقدمين لبيع الكلا لأن المرضى في إيران لا يستطيعون الشراء لارتفاع الثمن علما أن عدد المتقدمين للبيع بزيادة مستمرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية في إيران